موبايل النهاردة اللي احنا بنتكلم عليه بيقدم لك شاشة اموليد مع معالج كويس في سعر كويس جدا الصراح ولكن في شوية عيوب كده غريبة الصراح فخلينا نشوف الهاتف ده بيقدم ايه ولكن قبل اي حاجة حب ارحب بيكم يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف انفينيكس نوت 30 اي هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر والمقارنة اللي بتكون في اخر الفيديو واي حاجة محتاج تعرفه عن الهاتف هنوضحها لك بالتفصيل ولكن ضروري تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ده بيشجعنا نكمل ويلا بينا نبتدي الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف تصميم الهاتف والتصميم هنا نفس تصميم السلسلة كلها اللي هي انفينيكس نوت 30 اللي كنت قلت عليه قبل كده في مراجعة الهاتف اللي قبل كده تصميم كويس ولكنه من وجهة نظري انا شايف شكل الكاميرات كده تلس شوية او رقم يعني من وجهة نظري طبعا هي وجهة نظر خمات الهاتف بتيجي من الازاز او الجلد نسختين يعني مع فريم من البلاستيك بالنسبة للشاشة في الشاشة هنا جاء بحجم ستة وستة وستين من مية بوصة مع جودة فول اتش دي بلس بدقة الفين وربعمية في الف وتمانين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل انش والشاشة هنا اموليد والشاشة بمعدل تحديث ستين هرتز طيب الشاشة هنا نظامها ايه؟ بص هي الشاشة هنا محيرة شوية يعني شاشة اموليد فهتقدم لك الوان ممتازة وتجربة مشاهدة رائعة ولكن في نفس الوقت ستين هرتز ونادرا في الفترة دي لما بقى فهم بينزل ستين هرتز ولكن عموما بالنسبة لسعر الهاتف انك تاخد شاشة اموليد في السعر ده حتى لو ستين هرتز فدي حاجة كويسة جدا ويعني تمام يعني او بالنسبة لفات الهاتف بالنسبة لأداء الموبايل او المعالج المعالج هنا هو ميداتيك هيلو جي 85 اللي بيجي بدقة تصنيع اتناشر نانو طيب المعالج هنا نظامه ايه؟ المعالج هنا كويس جدا سواء في الاستخدام اليومي التصفح في البرامج في الالعاب فهو بالنسبة لكل ده فهيقدم لك اداء كويس على فات وسعر الهاتف ومش هيأثر معاك بالنسبة لفلوس اللي انت بتتفحها او بالنسبة لفات الهاتف اللي بنتكلم عليه دلوقتي الجهاز بيجي بنسخة وحيدة وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام وفي ميزة زي ما قلت عليها في انفينيكس قبل كده انك تقدر ترفع الرمات لحد 16 جيجا من خلال انك تاخد من مساحة الجهاز الداخلية وبالنسبة للكارت الميموري فالهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية واحد تيرة بالنسبة للكاميرات الهاتف فالهاتف هنا بيقدم اتنين كاميرا خلفية الاولى 64 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية للزكاية الاصطناعي تقريبا يعني وهنا في سلبية في الكاميرات الصراحة ان كان هاتف في السعر ده كان مفروض يكون فيه كاميرا زاوية واسعة الكاميرا الخلفية هنا تقدر صار بيها فيديوهات بجاودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم فيه السانية اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 16 ميجا بيكسل وبرضه بتصور فيديوهات بجاودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم فيه السانية هنا بطارية الهاتف جاب حجم 5000 ميلا امبير بطارية كويسة جدا وهتاخد منها اداء كويس جدا بالاضافة لدعمها الشحن السريع بكوة 33 واط يعني تقدر تشحنها 95% في 60 ديئة فقط الهاتف هيجي من القلبة باندرويد 13 الهاتف بيدعمين اف سي الهاتف بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي وسماعات الجهاز هنا بتدعم الاستيريو والوان الجهاز هما الاسود والاغدر والدهبي والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما اخش عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة لمميزات الهاتف فطبعا المعالج كويس على فات وسعر الهاتف برضو الشاشة بالنسبة لسعر الهاتف فهي الصراحة كويسة البطارية والشحن السريع اللي اتنين كويسين الصراحة اما بالنسبة للعيوب فكنا نتمنى وجود كاميرا زاوية واسعة في السعر ده طيب دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف ولكن خد بالك ان كل الاسعار اللي هتتقال دلوقتي اسعار احنا متوقعينها لان لسه الحادة دلوقتي انفينيكس ما اعلنتش عن سعر الهاتف الرسمي احنا من التوقع تم اطلاق الهاتف في الخارج بسعر مية خمسة وسبعين دولار السعر المتوقع في مصر سبعة تلاف وربعمية جنيه السعر المتوقع في السعودية تمنمية وتمانين ريال طيب كده كويس اوي ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فقته السعرية او بنفس السعر عندنا هاتف شاومي ريدمي اتناشر الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف انفينيكس نوت 30 اي هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي اتناشر لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج انفينيكس هو ميداتيك هليو جي 85 والشاومي بيجي بمعالج ميداتيك هليو جي 88 وهنا ده الاتنين متقارب جدا من بعض يعني مفيش فرق الصراح انفينيكس بيجي بشاشة اموليد بجاودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 60 هرتز اما شاومي بيجي بشاشة اي باس الاسي دي بجاودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز وهنا كل الشاشة بتتميز بحاجة او هنا حسب اختيارك وانت عايز ايه يعني شاشة انفينيكس بتتميز انها اموليد وهتديك تجربة ممتعة في المشاهدة والالوان وشاشة شاومي 90 هرتز وهتديك تجربة في السلاسة في استخدام الشاشة فهي حسب راحتك وحسب انت تفضل ايه يعني انفينيكس مفيش كاميرا زاوية واسعة ولكن شاومي بيدعم كاميرا زاوية واسعة وهنا شاومي افضل انفينيكس بيدعم شحن استرع بكوة 3.32 واط والشاومي بيدعم شحن استرع بكوة 18 واط وهنا انفينيكس افضل تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار ولكن خد بالك ان سعر انفينيكس ده سعر متواقع زي ما قلت قبل كده انما سعر شاومي ده سعر الرسمي لانه نزل مصر بالفعل سعر انفينيكس المتواقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 7400 جنيه سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7400 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتم مو بي سي في جوجل وتخش الدور علي انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعة اكتب اسمه فيه التعليقات وكمان مستني اراعك في هاتف انفينيكس نوت 30 اي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة موسيقى